نحن بنهذر مع ولادنا بشكل مشواخدين بالنا أنه ممكن يأثر على نفسه بالزبط يعني خلينا أقول لحضرتك هو عادة ولي الأمر أحياناً بيبقى عنده شقين في الموضوع ده يا أحياناً بيكون قيله بنية أنه هو يعني عايز الأحسن لابنه يعني برضو عشان نفرض النية الحسنة بحشان نقول كل الأهالي بيعملوا الموضوع ده لا أبو صراحة بيعملوا كده كل الميز يعني مش هنقوله أنه هما بيعملوا بأصد متعمد يعني هو ولي الأمر بيجي يقولك أو الأب أو الأم يا ستي أنت ما تصرحي شعر كويس مثلاً هنقول للبنات أوكي ما تلبسي لك فستان بدل ما أنت يطول الوقت لابسها بانطلون مثلاً يعني أو كده ده بيبقى على سبيل أن الأم أو الأب عايزين بنتهم يروحوا للأحسن أو ابنهم يروح للأحسن هنيجي من ناحية تانية لا هو بيبقى في مشكلة أساسية في البيت يا إما بيبقى فيه عنف ما بين الأم والأب على فكرة أوكي فبتبدأ الأم تسقط ما تواجهه من مشاكل في علاقتها مع زوجها أو في البيت على أولادها فإحنا فيه عندنا شقين فإما يا إما بيبقى الأم بتنفس عن غضبها نتيجة مثلاً يعني سوق معاملة من الزوج أو ضرب أو أوضع كلمة بش كويسة من الزوج بالزبط يعني بتاخد بكل الطاقة السلبية اللي بتاخدها نتيجة المعاملة مع الزوج أو أي طرف آخر بتروح تسقطها على الأولاد هو أنت بتعلي صوتك اللي بتكون ممكن تكون هي بتواجه هذه المشكلة في علاو الصوت مثلاً في التواصل مع زوجها ما تعليصه تبدأ تسقط ده على أولادها ومن جانب آخر زي ما حلقت فضلته إن هي بتحاول إن هي توجه ولكن للأسف التوجيه بياخد شكل غلط خالص لو حنقول إيه تأثير ده 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 فنتلي بيبقى يا إما بينقلب من متنمر عليه إلى متنمر في فترة لاحقة اللي حضرتك ذكرت اللي حضرتك ذكرت في الأول بالزبط بيتحول من متنمر عليه إلى متنمر ده بتبقى مشكلة كبيرة يا إما بيحصل نوع من الإنعزال وبيبدأ يعمل الطفل زي شوت داون على نفسه ويبدأ يحصر نفسه وينعزل عن المجتمع ليتفادى هذه الأمور يا إما بتحصل هزة فضيعة في ثقة في نفسه ويبدأ يشعر بالضعف يبدأ يشعر إنه هو غير منتج أو غير مؤثر في المجتمع اللي هو حواليه ويبدأ يدي فرصة كمان للتنمر عليه ما هي دي غير إن هو يبقى متنمر عليه أو هو يبقى متنمر لا حيدي فرصة للناس تتنمر عليه فطبعا الموضوع دا موضوع خطير ولازم ولي الأمر ياخد باله ما بين التوجيه وشكل التوجيه والآلية اللي أنا بوجه بيها من مفردات من ألفاظ من مجتمع بس خليني يقف مع حضرتك على حاجة كده حريك قلت مثلا لما أم تقولي بنتها لبسي فستان بدل البونطلون تعطي على طول لابسها بونطلونات ده أصلا يعني أنا شخصيا بصراحة مش شايفة تنمر بس في إيه التنمر خلينا نعرفه يعني النهاردة أي أم أو أب بتفرجوا علينا محدش بيشوف نفسه غلطان يعني كل الناس أكيد هتقولك فين الغلط اللي أنا بعمله وهي دي المشكلة طيب خلينا نعرف التنمر إيه هو خلينا نقول للناس أنه لما بتتصرف بطريقة دي أو لما بتكلمي بالطريقة دي أنت كده بتعرضي ابنك لمشاكل نفسية من غير ما تبقي واخدبك التنمر هو سلوك سلبي له أكتر من آلية يا إما تنمر لفظي يا إما تنمر نفسي يا إما تنمر جسدي بيؤثر وبيترك أضرار على الطرف الآخر طيب هو أنا علشان أعرف أنه التنمر ده أو الشيء أو السلوك اللي أنا بعمله لازم أعكسه على نفسي أسأل نفسي أنا السؤال ده هو أنا لو حد قال لي اللفظ ده أو قال لي الكلمة دي بالطريقة دي هتأثر علي أو لا فإحنا دائما بنقول لي ولي الأمر خد كده وأقف شوية مع نفسك وقول لو أنت قلت لك حد قال لك الموضوع ده هيأثر عليك إزاي وبعد كده أنا بلاحظ أنه العلاقة بيني وبين ابني بتبدأ تقل بلاي أن ابني بيبدأ يتردد في أنه هو يتواصل معايا الصراحة بتقلي جدا ما بعرفش كتير عن ابني بلاي ابني يا إما هو دايما حطت عينه في الأرض دايما حكته أو ممكن على فكرة ممكن يوصل لمرحلة أنه هو يقزي نفسه ممكن نلاقي نتيجة قلة الثقة ونتيجة عدم التواصل مع ولي الأمر بيبدأ يأذي نفسه الطفل فإحنا بقدر الإمكان لازم نعرف أنه التنمر بيأثر بشكل سلبي وسلوك يؤدي سلبي الشعر المبينة للتنمر وتعديل السلوك حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا أنا بعمل كده كأب وأم عشان عايز ابني أو بنتي أحسن إزاي أقول ده الطريقة اللي أقولها لابني وبنتي بحيث فعلا أنا عايز أخليه أفضل وأحسن سلوكيا بدون تنمر بدون أني أأذيه نفسيا المعادلة دي أعملها إزاي؟ أول حاجة أخطر ألفاظي أول حاجة المفردات المستخدمة في الحوار يعني هنقول مثلا مثال أنا عندي مثلا ابني تخن شوي أو بنتي تخن مثلا أول حاجة أنا مش هبدأ أعمل مقارنة مش هبدأ أقول له مثلا شوف فلان رفيع إزاي شوف دي أول حاجة يعني لازم أتفادى أني أنا أعمل مقارنة ده مهم جدا مش لازم أن أنا أعمل مقارنة تاني حاجة هو أنا لما بتعامل مع ابني لازم أني أنا أنقله بألفاظي وبمشاعري أني أنا خايف عليك أني أنا بحبك أول حاجة أني أنا بقعد وبفتح معاه الحوار وبفهمه أني أنا مهتم بيك أنت صحيا جسديا هو على فكرة ومش لازم أني أنا قعد أتكلم معاه وأنا ممكن بأفعالي أشتريك له في نادي مباشرة بدون ما أتكلم معاه أنا أغير طريقة الأكل في البيت أنا بس بسقط على المثال لحضرتك قلته فأنا ممكن أبدأ أعمل أفعال قبل ما أعمل قبل ما أبدأ أتكلم يعني لو قلنا مثلا على موضوع الفستان والبنطروم زي ما حضرتك قلت طب هو أنا ممكن أنزل أشتري البنتي فستان لطيف أو أخذ أليه رأيك تعالي نعمل شوبينج من غير الستايل بتاعك لا بس خلينا نبقى متفقين إن السنة ده دلوقتي أصلا مش عاجبوا زوء أهليهم يعني موضوعي بأهلي أنا مش هنزل أشتري بزوئي لا 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 أنا نزلة علشان خاطر أشتري معها هو أكيد طبعا مش أنا اللي هشتري ما أقول لها هننزل تعالي إيه رأيك تعالي نعمل شوبينج ونغير الستايل بس بقى في مشاركة معا ده لازم ده لازم لازم المشاركة ولازم ما أشعرش اللي قدامي إن أنا بلقي أوامر وبلقي اتهامات إحنا مشكلتنا كلها في الحوار المفردات والألفاظ يعني أنا ممكن أقول لحضرتك نفس العبارة ولكن بمفردات مختلفة منها أكسب اهتمام حضرتك أو أني أنفر حضرتكم مني أو أني أنا أشعرك بالدونية أو أشعرك بالاهتمام يعني مش عارفة مثلا ممكن نقول مثال إيه مثلا ممكن حضرتكم شايفيني مثلا ممكن حديك تقوليلي إيه الفستان بتاعك ده حلو بس أنت عارفة اللون الأورنج عليك أحلى دي هتخليني أنا أفكر أنا أجرب اللون الأورنج أو أو إيه ده إيه اللي حضرتك جاية بيه ده إيه اللون الغريب ده ده مش ماشي مع الديكور بتاع الستوديو أنا قصة مش هتواصل معاكي رغم أنه هدف واحد هو الهدف أنه فيه كومنت على الستايل بتاعي إنما لازم ولي الأمر يفكر في المفردات اللي بيقولها والمشاعر اللي بتغلف الكلمة مهمة جدا في حين موضوع المشاعر ده صعب جدا لأن احنا علينا ضغوط نفسية جدا قلت لست عايزة أقف معاكي عند النقطة دي لو أنا النهاردة غلطت مع إيدني بالغلط وأنا مثلا مضغوطة في الشغل وفي البيت وجوزية مش عارفة مدايقني والحاجات اللي كل الناس بتتعرض لها وطلعت ده على إيدني بالغلط مش اتنمرت عليه لكن اللي هو إيه زاكر بقى بدل ما مش عارفة تفشل مش عارفة إيه الكلام اللي كل الناس بتقوله أصلح دلوقتي حالا المشكلة عامة سببتها أصلحها إزاي دلوقتي حالا اعتزار اعتزار مش عايب اعتزل لإبني وبنت مش عايب أبدا أبدا يا بس يا فندم في النهاية طفلي ده إنسان هو على فكرة هو ربي مش الدهولي عشان أتحكم فيه دي مش نعمة جيالي علشان أفرض سيطرتي عليها وطلع عليها كل مشاكل ده إنسان موجود معايا في البيت ربنا أديني هدية علشان خاطر أشعر بنعمة الله سواء من أبوه سواء من أمومه سواء إني أنا أدي يعني أشكر نعمة ربنا عليها إنما أنا علشان أتحكم فيه لأ طبعا أعتزر له بس بالأسدس معلش حبيبي أنا أسفة وأبرر أنا عملت كده ليه لإن طول ما أنا بحترم وبقى صريحة أنا مضغوطة على فكرة جدا لا نستقل ونستهون بعقلية ولادنا في الجيل ده نقطة مهمة جدا أبدا أبدا ولادنا أسكى مننا على فكرة ابني اللي عنده ست سنين وسبع سنين أسكى مني أسكى مني لإنه هو شاف حاجات أكتر مني ومر التجارب تختلف عن تجاربي وقد تكون أعلى طبعا لو عايزين يعني الناس اللي بيشوفونا دلوقتي وبيقعوا في الغلطة دي غلطة إنه هو بيتنمر على أولاده نقول لهم إيه الأثار النفسية المترتبة على ده حركة ذكرت مثلا فكرة عدم الثقة بالنفس وإيه الأضرار اللي ممكن تحصل في شخصية ابني أو بنتي لو أنا استمرت على نفس الطريقة أن أنا أتنمر عليه واتري عليه بحاجة معينة أو أحاول أقرنه بأفراد أو أشخاص آخرين أولا حضرتك بتخلق متنمر في المجتمع دي أول حاجة مستقبلا حضرتك كده بتربي متنمر دي حاجة الحاجة الثانية حضرتك بتخسر علاقتك بابنك حضرتك عملت حاجز كبير بينك وبين ابنك قد يصل أن أنت بتربي قب متنمر كمان حضرتك كده ده عضو في المجتمع بعد كده هيكون نواه وأسرة فحضرتك مسؤول عن تربية ده قدام بصراحة ممكن بعد كده تبص تلاقي التنمر ده وصل لإجرام فحضرتك المسؤول عن تربية ابنك من خلال اللي بتعمله فيعني شيء خطير أن أولياء الأمور يتنمروا على أولادهم يعني تخال حضرتك لما تكون أنت بتربي مش عايزة أقول مجرم في المستقبل ولكن عايزة أقول عضو سلبي في المجتمع فدي أخطر حاجة لأنه هو ثقة في نفسه إحنا بنقول أقل الأضرار فقد الثقة في النفس لكن لو تابعنا بعد كده لا إحنا بنربي متنمر والمتنمر ده قد يكون عنصر سلبي في المجتمع إيه الصح يعني الصح في التربية أنا غير أن أنا لو عايز أوصل معلومة بشكل معين لإبني مثلا هو خلي بالك برضو إحنا بنتكلم على جيل يمكن أكبر شوية دايما بقى في حتة الند بالند يعني خليني أنا كنت متعاطفة شوية في بداية الكلام مع الأطفال لكن أنا النهار ده مثلا بشوف صحباتي ولادهم أو بناتهم كبار شوية لا كلمة بالكلمة ما فيش سماعين أصلا للكلام ما فيش حتى لو في نصيحة يعني أم تبقى يا بنتي سماعي أنا بقولك مش عارف أي يعملي كذا فالنهار ده برضو في بعض من الجيل لا هو اللي في دماغه هو اللي بيعمله النهار ده الأم دي كمان بتتعرض لتنمر من أطفالها وبتتعرض لضغط من حاجات كثيرة من شغلة من بيت من أطفال هي تتصرف إزاي الأم دي برضو طيب حبيب بترسدي على أي مرحلة عمرية؟ خلينا نقول لتينيجرز مرحلة طيب بسي هقول لها ديك على حاجة التينيجرز ده تصنيف مجرد تصنيف سمات الفئات العمرية لكن السمات بتاعته معروفة ولكن ما للمسؤول عن تطور السمات دي وليه الأمر من تربية الطفالة يعني أنا برضو مثلا هريك تشرحي لي مشكلة دلوقتي هي المشكلة دي نبعة من إيه؟ نبعة من أساس في التربية خلاص؟ هوا تسأليهم يقولك دلعتهم مع رأي يعني خليني بسي مش عايزة أقول موضوع الدلع بقدر ما أنا بحب أقول أنه دايما البيت ملوش قوانين هو البيت في النهاية عبارة عن إيه؟ عبارة عن دولة صغيرة جدا الدولة دي لها حاكم وفيها أفراد والمفروض أنه عشان تنتظم الدولة دي لازم يكون لها قوانين إحنا عندنا كتير جدا للأسف الشديد من أولياء الأمور لما باجي يعني يحصل معايا كيس أو يحصل نقاش أو كده أسأل وليه الأمر أقوله هو إيه النظام عندك في البيت؟ المفروض أنه سي مثلا هما المفروض أنه لما بتناقش معاه يقعد ويختار الألفاظ قاله طب كويس جدا هداك بتعمل ده أنت كوليه أمر بتعمله؟ لأ أصدقى أنا بعصب طب أنت منتظر إيه؟ سقي 100% الطفل اللي بيعمله مع أهله الأم وربي بيعمله فأنا وليه الأمر ما تطلبيش مني تقوليلي وليه الأمر يعمل إيه؟ غير أنه هو يعدل نفسه إنت عاوز تربي ربي نفسك الأمر ده جوه البيت جوه الأسرة جميل جدا يبقى علاقتي كويسة وانطقي مفرداتي وأتكلم بلغة كويسة مع ولادي المحيط بقى برى البيت في المدرسة في النادي السوشيال ميديا يعني برضو إحنا ما بقناش بالربي ولادنا بس طبعا هم بيربيهم السوشيال ميديا التلفزيون الأفلام أصحابهم اللي في الشارع في الأماكن المختلفة هنا بيحصل حاجة غريبة جدا في المجتمع فكرة التسامح أو اعتياد التنمر كأنه حاجة عادية جدا أننا مثلا ممكن أقول هزار ببنقصين كده فبالتالي دي حاجة عادية جدا وبنهزر مع بعض خطورة ده خطورة اعتياد التنمر في المجتمع وخطورة التعرض لمصادر كتيرة جدا برى البيت ممكن تؤثر على طفلي أو طفل ابنتي وطبعا هو ده خطورة يا فندم أنه حضرتك دلوقتي الجيل اللي موجود دلوقتي كله متعود أنه هو يعني القوي هو الأبقى زي ما بيقولوا يعني أو كده لكن أنا برضو لازم أرجع للبيت بس يا فندم هو مهما اتكلمنا لازم أرجع للبيت هو أنا في البيت عندي لو أنا ربيت ابني على قوة الشخصية أنا هاجي مثلا حضرتك أنا عندي متنمر أنا بوقفه عند حده ازاي أنا بقفه بقوله لو سمحت بنبرة وبهدوء أنا مش هقبل منك ده قد يتجاوز معايا أنا مش أقول لحدك لايب أنا لازم ألجأ وإن أنا أشكي لحد أكبر مني سواء في المدرسة بروح للمدرس ربما أنا بشوف أحيانا المدرسين بيتنمروا على الطلبة يعني برضو عشان نبرز الجزء ده فأنا أحيانا بلاقي متنمرين من المدرسين نفسهم لكن أنا لازم يكون عندي قوة شخصية هو ده بيأثر على المجتمع المجتمع بقى فيه فوضى يبقى أنا كده خليت المجتمع قوي وضعيف ما بقاش عندي توازن والصحة النفسية عندي بقت مشوهة بشكل كبير لأن أنا بقى عندي الطرفين مشوهين سواء المتنمر أو المتنمر عليه فأنا لازم لازم أنشر وعي بالموضوع ده وقبل كده أنا كنت شايفة أنه في حملة معبولة بالموضوع ده ولكن خليني أقول برضو أنه أرجع أقول البيت 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 بتبتدي من البيت نشكرك دكتورة هالا غنيم استشاري الصحة النفسية والدمج وتعديل السلوك على تواجدك معنا طبعا كل شكرا لك شكرا دكتورة هالا نورتينا لك